نخش فنيا أنا بصيت في الساعة الوقت إلي قتل الوقت يروح من النماء ونبدردش فإيه عايز ألحق أخذ حاجات فنية لأهل المباراة المضايقة أمام سموحة قدم شكل هجومي رائع جدا تحديدا في شوت الأول كان الأداء الهجومي رائع جدا كان إيه سر؟ إيه سر تفاوك النادي الأهلية؟ هل ده كان حاجة استثنائية؟ ولا ده الشكل اللي ممكن مارس الكورولر يكمل بيه باقي مباراة الأهل القادمة خلينا نقول أنه يا كريم كان فيه تغيير واضح في طريقة اللعب أنا نفسي اتفاجئت أن مارس الكورولر غير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 بوجود فخري مع حمدي فتحي في وسط الملعب خلينا نقول برضو أنه كان فيه توفيق في الهدف بتاع أحمد عبدالقادر والكورة الخطأ الهاني سليمان وبعد كده حتى الهدف كلها كان فيها توفيق كبير لنادي الأهلي لكن الأهلي بدأ ضاغط بشكل كبير فرق بتلعب بخطة تانية ليه يا كريم؟ لأن اللاعب رقم 10 موجود في 4-2-3-1 خلاص عف عليه الزمن لسبب واضح أن اللاعب طريقة الأفشوية شوية أو محمد مجدي أفشا هو لعب متمركز هو لعب متمركز دايما سهل رقبته بشكل كبير جدا غير أنه عندما تسيب المنطقة دي فاضية ويبقى عندك اتنين لعبة بيقدروا يتحركوا فيها من وسط الملعب حتى حمدي فتحي كان متقلق بشكل كبير جدا مش بس عشان عمر الثلية ما كانش موجود وهو تحرر هجوميا لأن موجود أليو ديانج دايما حمدي فتحي لما بيلعب مع عمر الثلية بيبقى هو اللي بيبقى ما سنود له المهام الدفاعية لما ما كانش موجود عمر الثلية آه تحرر بس مش ده كان سبب تقلقه في مباراة السموحة سأقول لك حاجة أنا ملاحظها فنان وتكتكان وعايزك تبقى ترائبها المباراة اللي جاء للأهلي أنا لا بقيت أشوف الأعلي بيلعب 4-2-3-1 ولا بشوفه بيلعب 4-3-3 معظم المباراة الأخيرة بما فيهم مباراة سموحة بيلعب 4-1-4-1 سبت أليو ديانج والاتنين اللي جنبه دول داقلين سواء بقى كان محمد فخري وحمدي فتح عمر الثلية وأفشة بيخشوا في نص الملعب الهجومي ودلاقي دايما شكده والدليل أن حمدي فتحي في منطقة جزاء سموحة طول المباراة اللي فاتت محمد فخري كان قرائم منها جدا فهو بقى مرسل تصوري فني أو إرايتي أنه بيلعب 4-1-4-1 حتى شفت له صورة متصورة فتغرافية هو بيكتب هو برسم التكتيكب تاو 4-1-4-1 لأن هي مشتقة من مشتقة 4-3-3 يعني احنا عندنا خطة أساسية اللي هي 4-4-2 4-3-3 وبعد كده في مشتقة منها بيب جورديول على سبيل المثال هو كل الناس تعرف أنه بيلعب 4-1-4-1 لكن هو على الورق بيبدأ المباراة 4-3-3 وبعد كده توزيع اللعبة بيختلف بيبقى 4-1 بوجود محور ارتكاز اللي هو أليو ديانج كان موجود فخري وحمدي فتحي كان فيه زكاء كبير جدا في التحرك ما بين فخري وحمدي فتحي بحيث أنه لو فخري متقدم في منطقة الزون 14 أو منطقة صناعة اللاب بيرجع حمدي فتحي تلقائي وما بيجيتش والعكس صحيح إن لو حمدي فتحي متواجد وهو اللي راح في الهجمة فخري بيرجع تاني عشان يبقى فيه تغطية جيدة فهو دي كان التغيير والمساحة دي حتى بتدي فرصة للأجنحة سواء حسين الشحات أو أحمد عبدأدر إن هم يخشوا ويتحرروا لكن في وجود محمد مجدي أفشا أو في وجود صانع لعب موجود في الحتة دي لا لعب الوسط بيقدر يروح ويصنع لعب ولا الأجنحة بتقدر تضم في الحتة دي فدايما وهي فضية فرصة لأي حد يطلق حتى لو راس الحرب ورجع لورا هيلاء المساحة إنه الأجنحة تخش فأعتقد إن تغيير السلوب اللعب الأربعة واحد أربعة واحد أو أربعة تلاتة تلاتة هو اللي سبب التفرة اللي حصلت في دي السماء عصيب